كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان تحذير أممي من تفاقم الوضع الإنساني ما لم يصل الدعم المالي فالمنظمة الدولية دعت إلى ضرورة أن تفي الدول والمؤسسات المانحة بتعاهداتها المالية التي قطعتها في مؤتمر دولي عقد في سبتمبر أيلول الماضي ممثلة برنامج الغذاء العالمي في أفغانستان ماري إيلين مغرارتي أكدت في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد تتفاقم بوتيرة سريعة مطالبة المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم سيزداد الأمر سوءا الشتاء على عتبة الأبواب وسيكون لدينا شتاء قارس في أفغانستان مع ارتفاع أسعار الوقود والأشخاص سوف يكافحون لإطعام وتدفئة أنفسهم لقد قذيت وقتا طويلا مع برنامج الأغذية العالمي وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها أزمة مثل هذه يتساعد حجمها وتتسارع بهذه الوتيرة مغرارتي بدورها أكدت أن هناك أكثر من ثمانية عشر مليون أفغاني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة تفاقم الوضع في أفغانستان يعزى لعدة أسباب ولعل أبرزها الاضطرابات والوضع الأمني المتردي وتجميد الأموال الأفغانية في الخارج والجفاف والأزمة الاقتصادية وهي أسباب رئيسة في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الأمم المتحدة نظمت في سبتمبر أيلول الماضي مؤتمرا للمانحين الدوليين تم خلاله الإعلان عن تعهدات مالية بقيمة مليار فاصل اثنين مليار دولار لكن لم يصل منها حتى اليوم سوى خمسة وثلاثين بالمئة وحث البيان الصادر عن المؤتمر الدول الأعضاء إلى السماح بالحركة السريعة وغير المقيدة للإمدادات الإنسانية والأفراد من وإلى أفغانستان وتقديم عفاءات مالية إنسانية للسماح بوصول الأموال إلى منظمات الإغاثة داخل أفغانستان دعوات أممية للتحرك وتحذير من كارثة إنسانية ولكن يبقى هؤلاء الأفغان وحدهم وجها لوجه مع الكارثة